ألاف اليونانيين تظاهروا أمام مقر البرلمان في أثناء تأييدا لبقاء بلادهم داخل منطقة اليورو فيما قادة مجموعة اليورو يناقشون في بروكسل أزمة اليوناني المالية ويقول متظاهر مؤيد لرئيس الوزراء لكسيست سيبرس نحن نقف إلى جانبه ونحاول أن ندعمه ولكن المفاوضات تقدمت كثيرا وينبغي التوصل إلى اتفاق اليونان جزء من أوروبا وينبغي عليه أن يوقع ثم يعود ليناقش الحل الذي يساعد البلاد على التنظم ويقول متظاهر آخر عندما يمكن اتفاق مهما كان سيئا من تقليص نسبة الديون بشكل هام فأنه يصبح اتفاقا جيدا المظاهرات التي بدأت سلمية تخللتها صدمات مع عناصر من اليمين المتطرف فيما حضر يساريون أيضا واكتفوا بترديد شعارات شيوعية واعتقلت الشرطة حوالي ثلاثين شخصا ويقول موفد يورو نيوز إلى أثناء اليونان وأوروبا والديمقراطية شعار نادى به المتظاهرون ومهما كان الاتفاق سيئا فأنه أفضل من خروج اليونان من منطقة اليورو لأنه سيكون كاريثيا وفيما المفاوضات على وشك الانتهاء يحاول المتظاهرون ممارسة أكثر ما يمكن من الضغوطات على الحكومة